مشاهدين الكرام حياكم الله في كتام كارثي لعام 2023 على قطاع غزر مدمر وفي جريمة دولية جديدة واضحة وفقا للقوانين الدولية تعمد جيش الاحتلال استهداف معالم أثرية كانت شاهدا على تاريخ فلسطين الثقافي والحضاري الحافل والممتد طيلة قرون لم يسمع خلالها العالم بإسرائيل في هذا السياق اتهم مندوب فلسطين بليونسكو جيش الاحتلال بتعمده استهداف نحو 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقع في القطاع منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي رغم علمها بإحداثيات تلك المواقع الأثرية جاء على رأسها كنيسة جباليا البيزنطية والمسجد العمري في جباليا وفي آخرها حمام السمرى الأثري الوحيد المتبقي في القطاع الذي يعود بنائه إلى نحو ألف عام هذا بالإضافة إلى مركز المخطوطات والوثائق القديمة وتل المنطار في مدينة غزة وكنيسة القديس بيرفيريوس في حي الزيتون وبيت السقى الأثري في الشجاعية عدد من تلك المواقع التراثية والأثرية التي دمرها الاحتلال تعود أصولها إلى العصر الفينقي وبعضها تعود إلى العصر الرومني وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد وبعضها يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام عن أهمية المواقع التي استهدفتها قوات الاحتلال فهناك ثلاثا منها مدرجة في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي لليونيسكو وهي ميناء غزة القديم وتل أم عامر ومحمية طبيعية في وادي غزة من خلال ذلك أكد مندوب اليونيسكو أن القصد من وراء هذا التعمد هو مسح البنية التحتية لغزة كي تصبح أرضا صحروية غير قابلة للحياة